راح نبدأ مع اول ضيف معنا بحلقة الليلي ضيفنا مدير مركز الارتكاز الاعلامي الاعلامي سالم زهران اللي قبل الحلقة بساعات قليلة نزل تويت خرب البلد هو انه بما معناه خلينا نشوف شو هو التويت اللي نزله سالم قبل الحلقة طيب بدكن يخدوا عن تليفوني من وين كيف بدي اخدوا هلا عن تليفوني ما راح يقدر اخدوا بلا يالا 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 سينية توني سينية بس سالم زهران بيقول المجلس المركزي في مصر في لبنان ينعقد غدا وعلى جدول أعماله مسودة قرار يقضي بالدفع لكل مودع من حسابه 400 دولار فريش و400 أخرى على سعر منصة الصيرفة أي على 12 ألف ليرة شهريا فهذه الخبرية التي ألبت البلد من ساعة إلى هلأ والعالم كله بدأت تسمع من سالم زهران شو حقيقة هذا الموضوع وبالفعل هل هذا سيكون قرار قريب التنفيذ أو ممكن يتراجعوا عنه بعدين سالم زهران مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا للليلة مساء الخير للزميل والخي والحبيب توني خليفة ولكل المشاهدين صوت بيروت والبسي آي تسلم أستاذ سالم هايدي التغريدي اللي نزلت تقريبا هلأ مش من وقت كتير بالفعل قلبة الدنيا يعني إذا بتشوف السوشيال ميديا كلها مقلوبة وعم تتنقل هايدي التغريدي ومثل العادي دايما بقلك العالم بتحبك كل ما بتحبك ولكن بتصدقك يعني هايدي ميزة كتير مهمة يعني ناس بتحبوا لسالم زهران ممكن الناس ما بتحبوا باختلاف سياسي ولكن دائما بتنطر شو بيقول سالم لأنه بيعتبروا أنه هذه المعلومة هي معلومة دقيقة شو صحة هذه المعلومة اللي كتبتها سالم زهران الليلي لو مش دقيقة مكتبناها وتجربتنا مع حضرتك يمكن رح يصيروا عشر سنين الحمد لله ولا مرة إلا شيء لو صار نعم القرار مية واربعة وخمسين لمصر في لبنان اللي طلع بيعتقد بيقابل 2020 واللي طلب من المصارف اترجع شوي من المصارف طلع طلع برة واللي طلب منهم يعلوا رأس ميلون كتار وأنا منهم بصراحة اعتقدت هيدا القرار مش رح يعمل نتيجة يلي رح يصير بكرة هو نتيجة هيدا القرار يلي يبدو أنه زبط لكن بدي أرسم الصورة بالعمومة وأرجع فوط على التفصيل بصورة بالعمومة من 2019 مع حضرتك قلنا المودعين حطوا مصاريهم بالمصارف المصارف حطوا جزء كبير منهم بالمركزة المركز يعطوهم الحكومة بموازنات صرفتهم ويعجز بالميزان التجاري والميزان المدفوعات الحكومة غطت حالة بقوانين الموازنة المشرعة بمجلس النواب إذن مودع مصارف مركزة حكومة مجلس النواب طار جزء كبير من دولارات اللبنانيين وصرت بتعرف كيف شيء على الدعم وشيء على المحروقات وشيء على الكهرباء وشيء على العجز وشيء على الهدر بقي جزء بسيط من هاي الأموال بالدولار كان مفترض بال2019 وقت كان هذا جزء منه بسيط كنا بال2019 عم نحكي عن حوالي 40 مليار دولار يعني حوالي 40% من ودايا الدولار كان مفترض مجلس النواب مثل ما بيقول عبد الحليم حافظ اللي شبكنا يخلصنا يعمل الدائرة بالعكس يعني يطلع قوانين يلزم الحكومة الحكومة تعطي المصاري لمصرف لبنان مصرف لبنان يردهم للمصاري في المصاري في عطون المدعين للأسف مجلس النواب كان ملتهي وكان مشغول عن عمد لأنه عدد كبير من النواب والمحضيين واللي حواليهم كانوا عم بيهربوا بهالوقت مصاري هون الحكومة كانت على الآن مع محبتنا للرئيس دياب وهو صديق وهو خاي لكن حكومته غرقت بالتنظير وجزء من الوزراء اللي كانوا بالحكومة فجاءونا كنا بتوعينوا أن يكونوا أحسن من هيك اعتكفوا واستقالوا عبكير من دورهم كمان اليوم عم نشوف الحلقة النصصينية اللي هي مصرف لبنان عم بتقول بكرة نعم وأنا بتحمل كل المسئولية وما عم بحكيك عن موعب بتصير بعد سنة عم بلك بكرة عبكرة في اجتماع بالمجلس المركزي في درافت في مسودة لقرار أنا بتمنى أنه يطلع بكرة ما يأجلوا للا بعد بكرة ولا للا بعد أسبوع بيقول أنه كل مودع ورح شدد كل مودع مش كل شخص يعني طوني افترضنا خليفة عنده خمسة حسابات وخمس مصارف بيأخذ من واحد مش بيأخذ من الخمسة كل مودع شخص عنده حساب من 30 عشرة 2019 ولورا يعني مش مبارح مش تريد شكات مسسوق وفاتح فيهم حساب أيضا المودع رح يطلع له كل شهر 400 دولار فراش و400 دولار بينصرفه على سعر 12 ألف ليرة لبنانية رفاء المنصة أنا بتمنى هون نشوف مرجلة القضاء لأن آخر فترة وبالأملية استلسطونية بعض الأوضات صاروا عم بتنافسوا مع الفاشينيستا مين بدي يطلعوا خباره أكتر على الفيسبوك ويأخذوا أرارات ما أنزل الله بها من سلطان مثل أرار الشورى مبارح واللي تراجع عنه بعد كم ساعة أنا بتمنى هون القضاء إذا المصارف منفزت للمودعين تشرف ترجينة عضلاتها وتروح توقفهم وتحسبهم أنا بتمنى مصرف لبنان مش بس يطلع القرار لا بدوا يطلع القرار وبدوا يواجهوا ويشلح الرخص لكل مصرف مش رح يطلع مش رح ينفز هذا القرار مصرف لبنان كان واضح قالوا المصريات المودعين مش معنا مصريات المودعين هني مع المصارف وكأنه عم بيحمل المصارف مسؤولية الالتزام أو عدم الالتزام بهذه القرارات اللي رح تصدر بكرة يعني بكرة إذا إجعل مصرف وقالك أنا لن ألتزم بأن يسلل المواطن 400 دولار و400 تنين على 12 ألف أنا رح لك هلأ على الهواء في بعض المصارف ومش كلهم بلشوا يمارسوا بعض الشغب بالإعلام وغير الإعلام ويطلق النار على هيدا الأرار سلاف ليعطلوه أنا بعرف أنه هيدا الأرار عم بيتحارب من ناس من مختلف طائرات السياسية نعم لأنه هيدا المصارف جزء منه كبير مش مقطوع من شجرة ومربط هون وصاحبهون مين ورا هيدا القرار؟ مين اللي دعموا هيدا القرار؟ المصرف المركزي والمجلس المركزي بالإجماع متفقين عليه ورايحين عليه هيدا امتحان جديد لتنين للمصرف المركزي مش إنه يطلع القرار يطلع القرار ويواقبه وهيدا امتحان للقضاء فرجينا مرجلته لأنه آخر فترة كنا عم نشوف بعض الأضاء للأسف عم يفرجونا مراجل بلا نتيجة يعني بيعمل قرار مثل الشورة نوقف تعطيها تلاتة وتسعمية على أحد جروبيت الثورة اللي هني يعني مجموعات بتعرف على حالة إنه مجموعات ثورة بعتوا هلا سالم زهران بعده مصر على خبريته ولكن السؤال كيف بدهم يدفعوا دولار من وين؟ أنا عم بقلك تعميم 154 شبرهم يعلوا رأس مالهم وأمنوا باعتقد رقم 3 إلى 4 مليار دولار وزائد الشبيبة يحولوا مصاري لبرة عم بقلهم مصرف لبنان المصاري اللي حولتوهم لبرة بتردوا منهم 30% وبعتقد ردوا هيدا المبلغ اللي هو رفع الرسميل عم بيقلهم مصرف لبنان شرف ودفعوهم بالدولار أنا بديلك أكتر من هيك نعم لحد اليوم يا أستاذ توني الناس المحظيين عم ياخدوا دولارات من المصارف لحد اليوم هيدا القرار جاي شو المقصود بالناس المحظيين هيدا هو المعيار شو المقصود بالناس المحظيين الناس اللي عندهم علاقات مع المصارف ومع السياسيين ومع صحاب النفوذ لحد اليوم بكرة عبكرة كانوا عم يسحبوا مصاري ودولارات وكانوا عم يقدروا يحولوا لبرة لأنه لحد اليوم ما في قانون ومجلس نواب عندك أسماء معينة سليم؟ عندك أسماء معينة؟ ياريت هيدا اللي اسمها السرية المصرفية يشلوها بقى وخلينا نشوف كل واحد مين حول وكيف حول لأنه وقت اللي بتقول اسم بدي يقلك بدي الدليل اليوم الدليل مش موجود لكن في رقم كل الناس صارت بتعرفوا حجم الودايع وكيف نزل من 2019 لحد اليوم أم نحكيها أن عشرات المليارات على القليلة على القليلة في منهم مليارين ثلاثة أربعة خمسة هؤلاء تهربوا للناس المحصيين هذا القرار اللي حكيت عنه هالأرار رح يطلع رح يطلع ولكن أي متى برأيك رح يكون قيد التنفيذ أول شهر الجاني أول شهر الجاني أول سبعة نعم أول شهر سبعة بيكون قيد التنفيذ طيب أنت بسياء حديثك أتيت على ذكر القرار اللي صدر عن نجلس شورية الدولة وهيك أتيت عليه بطريقة ساخرة يعني أنه هيدا القرار اللي طلع ورجعوا تراجعوا عنه مثل عمل بطولي فولوكلوري خربة الدنيا من وراء هذا القرار ريت بالبروموشن أو سمعت أنه خينا الأستاذ جزاف أبو فاضل طالع يحكي عن هالموضوع مضبوط وبعتقد هو محامي وأكيد أشتر مني بالقنون وأنا رح أوثق برأيه سلاف كبايت علي لا مش كبايت علي حاجة هو برأيه الرأيه الشخصي مش القنوني لأنه بالقنون يعني ما رح يكون رأيه علمي إذا بدك رأيه الشخصي أولا عاب يطلع عرار بالليل ويتراجع عنه الصباح مجرد أنك طلع عرار بالليل وتتراجع عنه الصباح معناته أنت غلط أو وقت لأخذت القرار أو وقت تتراجعت عنه صح؟ صحيح أو تحت الضغر عاب الشك لا أسوأين يعني على الحالتين شورة الدولة أخطأ في هذا القرار اثنان يا خي أنت عم تاخد قرار أول شي سألت خبراء المحاسبة سألت المعنيين بالاقتصاد سألت اللي بيفهمه أخي سألت مين سألت لأخذتها القرار مين هن الخبراء يلي عطوه كان نصيحة اثنان واجهوا الاتهام إلى فريق سياسي معين أنه هو ورا كان هذا الاتهام لتحريض الشارع ضد المصارف والله يا صديقي طوني بهاي البلد ما بتعرف قيد مين بجيبت مين وحتى كل فريق سياسي بيكون فيه ثلاثة أربعة وكل واحد منهم بميل تاني لكن أنا باعتقد أنه اللي صار مبارح يعن غبا يعن غبا كبير يعن شعبوية يعن مؤامرة أنا ما عندي جواب لكن فيك ثلاثة تعتبرون صح بس على الأكيد شورة الدولة أخطأ والدليل أنه تراجع وما بيتراجع إلا الغلطان بدي بس امرؤ معك على كذا شغلي ما رأيت معك عندك هذا الأسبوع خلينا نبدأ بالتغريدة اللي عملت عن اجتماع الخليلين مع الوزير بسيل وضضاربت الأراء حول هذا الاجتماع البعض وصفها بالإيجابية جدا البعض وصفها بالحامي والصراخ كان عالي خلال هذا الاجتماع أنت كتبت ما نقل عن لقاء عاصف بين الخليلين والحجوة في إصفة مع جبران بسيل غير دقيق ولم يحصل فيه صدام ولا موعد للقاء يجمع الحاج حسين الخليل والحاج وفق صفها مع بسيل اليوم كما ذكر في بعض وسائل الإعلام أما عن الحكومة والتأليف فلغة البيانات أبلغ من أي قراءة وتحليل يعني المعلومات أكيدة أنه مصر في أي تصادم أو أي لغة عالية خلال هذا الاجتماع رح خبرك القصة مثل ما هي وبدأ أعتدر مع صحابها أنا اتصلت بالحاج وفق صفا وكان وسوا هو والحاج علي والحاج حسين عند الوزير جبران بسيل ورد علي بآخر اللقاء وحكيت معهم اتنعينهم مع الحاج وفق والحاج علي وكان الجو إيجابي ورح لك أكتر من هيك وقت لقريد تاني يوم بالصحف أنه نصطدموا أنه نتخانقوا أنه نختلفوا رح تبحباشت أكتر ونباشت أكتر وعم قل لك هالحكي عن لسان لتنين الحاج علي والحاج وفق اتنين هم بيقولوا أولا الاجتماع كان ساعة ونص اتنين الاجتماع على إذا بدك من فوق بالتفاصيل ومش مزبوط أنه كان فيه صدام وكان فيه اختلاف وبالعكس ورح تكفاجأ الرئيس سعد الحريري سلم الرئيس بري ورأة بالحكومة الحقائب الطوائف والجهة التي تسمي وهون بيكون قطع شاط لأول مرة لمسألة الحكومة هالي اللايحة أخذها معه الوزير الحاج علي حسن خليل والوزير جبران بسيل معه ليحتين صاروا معروفين يسلموا لنا غبطة البطريات كالراعي نحطوا سوا وبلشوا يفوتوهم بقلب بعض يعني افترضنا واخدها المعلومة كمان وزارة الطاقة بيقول الرئيس سعد الحريري أنا وزارة الطاقة بدي أعطيها للمردة إن قالوا لا ما في مشكلة بيأخذها المستقبل مثلا خد على سبيل المثل إن قال وزارة الاتصالات لفلان وزارة الكذلة لفلان إذن لا كانوا باللقاء ساعة ونص عم بيناقشوا بالحقائق واتفقوا على 95% وبقي على الآن الأمر عند موضوع أساسي اللي هو الوزيرين المسيحيين لأنه بحكومة 24 نحن عم نحكي عن 12 مسيحي 7 على رئيس الجمهورية 2 للمردة 1 للأومة بقي عندك اتنين هون الرئيس سعد الحريري عنده الرغبة هو يسمي الوزيرين المسيحيين الوزير جبران باسيل اقترح إنه بنجيب سلة وبهذه السلة بيسموا كل الناس يعني النايب والي جملات الرئيس بيري حزب الله كل الناس تسمي ونحبها السلة وبيختاروا الرئيس عون مع الرئيس سعد الحريري اسمعيل رفض الرئيس سعد الحريري إجرأ اقتراح ثالث بيقول يخي خلوا هالمسيحيين يسميهم الرئيس الحريري ويوفي عليهم الرئيس عون بالاختصار على كامل مسؤوليتي ونقلا عن التنين وعم سميهم على الهواء الحاجة علي حسن خليل والحاجة وفيق صفا لم يحصل أي صدام في هذا اللقاء